بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن يسمى متن القواعد الأربع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله نغيزنا لنبس القواعد الأربع تتقايدة ديان كتابني وقشق باشليمس نعم هذه القواعد الأربع أولا يعني قبل أن نبدأ بالدراسة نتكلم عن أمور منها لماذا ندرس التوحيد و هذا قد تقدم معنا حق الله العبيد و الله سبحانه وتعالى بل أي عمل إلا بالتوحيد ولا دخل جنة لموحد غير هذا الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن ذكرنا في الأصول الثلاثة أن العلماء نصحوا الطالب بالبدء بالتوحيد وأبدأ بالتوحيد بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع نعم والثالث سبب التأليف لماذا يعني ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المضارك ثالث سبب التأليف حتى يكون عند الطالب شيء من الحجج يستطيع أن يرد بها على المخالفين في هذه المتن المطلب من التأليف حتى يكون عند الطالب سبب التأليف حتى يكون عندهns يعني إذا كنت أردنا برس كيلب وننغا برناسة دساء ونغا دليلنا بلان رديا براليش أجن بكتاب مؤلبي ياسغن هو في الحقيقة هذا المثل خلاصة لكتاب كشف الشبهات؟ بو كتاب كشف الشبهات ديان كتاب باشو كتاب خلاص بو بيساب لندو كما أن الأوصول الثلاثة تقريبا خلاصة لكتاب التوحيد شو نقل مثلا على الأوصول الثلاثة بشأس دين كتاب تقريبا قتاب التوحيد ديان باشو كتاب كتاب على شيخ محمد ابت العب والوهد خلاص بو بيساب لندو نعم، لول قال قائل لماذا لندرس كتاب الأصلي وهو كشف الشبهات ثم بعدها لندرس المختصر اذا أردت تعالى برسي سو راب، نمو الل logo فى تعالى كتاب تلك سبو باشو كتاب فيها ومنiga كتاب تلك السبوهات، اندن كين بو كتاب كيو كيل ميذي سبو كتاب تلك سبو كتاب الذين يوجهون الضلاء فليس لنا أن نقدم نؤخر أسمع العلماء أقرأ العلماء لا يجب أن نتعرف إلى العلماء يجب أن نتعرف إلى العلماء لذلك يحذر العلماء من القراءة في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة لا يمكن أن تقرأ في هذا الكتب لحتى لا تقع في قلبك شيء على الصحابة رضو الله عليهم مثلا ألم يقول أهل السنة والجماعة صحابة الأرض عندما يجب أن تقرأ وقالة 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 يجب أن قضть غير ممكن إلى هذه الم inspاة إن صحابة أسابهم وي ولا يمكن أن يجب أيضا يجب أن ي القعل في هذه الكتب ребята هيا لم نعرف كتب من السنة وإن كان تztالب من أهل السنة لذلك يجب في الاخرى وإن تتوافظ ということで فإن كان هناك outro يجب أن إCTV وقالة ونحن احكيد يجب أن نفرق الاربع أيضا ولكني حمامنا أيضا يجب أن نضع مضمع اهل هم يجري أن نضع كتاب هذا الناس يقول القواعد الأربع هذا المؤلبي أجل التمثل في هذا الكتاب إنه يجب أن نفن ienie ونقسم الناس سنقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام إذا جاءت هذا القبيل وارغة إليين أو بسبب مقدمة القسم الأولى مقدمة وفيها عنوان السعادة وأسباب السعادة الأولى هو مقدمة أي من الصدقات ويكون أسرطا الله الله بالحب باقتل المتجنى الأولى وهم جميلات الباقتل المتجنى القسم الثاني لماذا ندرس التوحد السرق الثاني الثاني في الثاني لكوهر نعم الله أعلم شكرا